موسيقى اضع فيه الفرق بين اهل صاعيد والريف واهل المدينة عبائي الفروق اللي قال عنها البل clinics لايهال صاعيد والريف ديما مميزين عن اهل القاهرة والاسكندرية كل ده اكتر هنعرفه مع بعضي في الفيديو ده لو انت فاكر ان اهل المدن عيشين احلى من اهل صاعيد واهل الريف تبقوا غلطانين دول اهل صاعيد والريف عيشين عيشة ما يعيشيش اجدعها واحد من القاهرة والاسكندرية أهل الصعيد عندهم الولد عمره في حياته ما يسيب أبوه يدخل دار مسنين ولا بيسيبه ويمشي زي ما بيعمله أهل المدن ده كمان لو في حد عمل مشكلة على طول ووقتي اللي عليه الحق بيدفع واللي لي بياخد ويتراضى أهل الريف والمدن عندهم القانون هو القانونهم قعد عرفية واحدة تحل اللي ما يتحلش في المدينة الأصول والجدعانة تلاقيها كلها عند أهل الصعيد والريف أما لو شفت حالة نقص فدي أكيد ترجع لواحد من أهل المدينة ده الكلام اللي قاله البلوجر يوسف في فيديو انتشر لي على السوشيال ميديا من فترة عمل الفيديو ده حراك ومشداد بين أهل الصعيد والريف من طرف مع أهل المدن كل فريق فيهم ليه رأي غير التاني خالص ومختلف عن التاني أهل المدن شايفين إنهم مظلومين في الكلام ده وأهل الصعيد والريف شايفين إن اللي قاله البلوجر يوسف في حقهم هو عين العقل قال كل حاجة صح عنهم قال لهم أفضل ناس في مصر وما فيه زيهم أنتم رأيكم إيه؟ هل المدن أفضل ولا أهل الصعيد والريف؟ مين فيهم أحسن من التاني في التباع والعادات والتقاليد؟ مين فيهم تحب تكون منه؟ علماً إن البلوجر يوسف قال إن ابن الصعيد من يومه وهو ولد كسيب وبيأكل من عرق جبينه مش زي ابن المدينة اللي ممكن يعيش عالى على أهل طول عمره الشاب اللي عنده 13 سنة في الصعيد بيقدر يحوش ويصرف على البيت ويمكن كمان بعد سنتين أو ثلاثة تلاقيه بيتجوز ماهو خلاص ولا تكسيبه مع فلوس مش زي ابن المدينة اللي في أغلب الوقت أهله هم اللي بيجوزوه في النهاية دع البلوجر يوسف كل أهل المدن اللي بيتكلموا بشكل سلبي على أهل الريف والصعيد إنهم يسمعوا ويتعلموا من اللي قالوا والأهم من كده إن لو حد فيهم قابل واحد من الصعيد والريف فهو لازم يقفلوا تعظيم سلام لأن ده شرف لي أنتم إيه رأيكم في اللي قالوا البلوجر يوسف ده؟ هل موافقين في كلامه ولا لأ؟ إيه اللي في كلامه صح وإيه غلط؟ كل واحد يدفع عن نفسه ويرد يقول رأيه بصراحة في التعليقات اشتركوا في القناة